بسم الله الرحمن الرحيم طلاب بطالبات الصف الثالث متوسط السلام عليكم و اهلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة 124 بالاضافة عزيز الطالب الى صفحة 125 عدي تمارين هنا مهمة جدا جدا تركزوا ياي وتحاول التابع طبعا عزيز الطالب هذن التمارين يعتبر انشطة اضافية تمارين اضافية مهمات جدا جدا راح نبديهن انياك بالتمرين الاول يقول complete اكمل the conversation المحادثة you can انت يمكنك use ان تستخدم the same words نفس الكلمات more than once اكثر من مرة خلي نشوف اشنون نكملها وشنو الكلمات اللي رحنا نستخدمين اكثر من مرة لو تلاحظ عزيز الطالب هنا فراغ you watch tv last night وعدي علامة استفهام والجملة الاستفهامية ياما تبدأ باداة السؤال ياما تبدأ بفعل مساعد طبعا هنا راح ابدأها بفعل مساعد لان مجاوبني بيس بعد من الفعل المساعد اللي راح استخدمه من مجموعة الافعال المساعدة the is والار والام والدو 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 والهاب والول والكان والكو وعلى اخر من هو بناء على زمن الجملة شنو زمن الجملة نجا انياك شفت last night ادل على اليمن عالزمن الماضي من هو اللي تستخدم بالزمن الماضي افعال مساعدة ال was وال where وال did اذا شفت يا اما اسم او صفه استخدم was where اما اذا شفت فعل رئيس مجرد فلازم استخدم did اذا شوف did لان عندي فعل مجرد ولان عندي ظرف زمان ايدل على الزمن الماضي did you watch tv last night هل انت شاهدت التلفاز الليلة الماضية راح يجاوب راح يقول yes i did شوف استخدمتها مرتين yes i did نعم انا يعني شفت what لو تلاحظ you watch ايضا فعل رئيسي مجرد شوف هنا عدي اداة سؤال فبعد اداة سؤال لازم فعل مساعد وعندي فعل رئيسي مجرد والاحداث كلها بالماضي فرح اقول did what did you watch ماذا انت شاهدت جواب ايش راح يجي له documentary شنه معنى documentary معناها وثائقي فالشي اللي شافه هو documentary اللي معناها وثائقي بعد لو تلاحظ هنا عندي interesting وهنا كلمة interesting معناها ممتع هاي هنا صفة مفعل بما انه صفة ما يصير استخدم did وهو شم خليلي علامة استفام اذا لازم استخدم low was lower نيوب نجي شواكة was وشواكة where الwas مع المفرد والwhere مع الجمع اذا راح اقول was it interesting وانتبه بما انه بداية الجملة capital letter بما انه بداية الجملة capital letter وبنص الجملة small letter وانتبه yes it was شوف الwas هنا صارت small letter وهذا جواب قصير نجي what لو تلاحظ it about عن شنه يحتي ما عندي فعر رئيسي راح استخدم ايضا ووز what was it about عن ماذا يتحدث راح اجابي لانيمالز ان افريكا الحيوانات في افريقيا هذا الشرحة وهذا تفصيلة يخص زمن الماضي البسيط راح اروح انياك للتمرين الثاني اللي يتحدث لي عن زمنين اللي هما ال past simple الماضي البسيط وال past continuous اللي هو الماضي المستمر راح نجي يقول complete اكمل the text and not with the past simple مع الماضي البسيط وطبعا الماضي البسيط الافعال التي لا تحتاج الى وقت يعني بسرعة صير هذا واحد وما تستمر لفترة زمنية لكن الماضي المستمر هنا لا الافعال اللي تحتاج وقت واللي استمرت الى وقت ما لو تلاحق form اشكال اذا يا اما شكل الماضي المستمر يا اما شكل الماضي البسيط form بعد all the verbs للافعال in brackets اللي موجودة بين قوسين راح نجي ونشوف ونحتيب يقول علي انك كافي في مقهى علي شي سوى بالقهوة قاعد زين هاي القاعدة تريد وقت لو ما تريد وقت تريد وقت اذا هنا لازم شنوى ماضي مستمر فاش راح نقول طبعا باختصار شديد الماضي المستمر was war وفعل شبيه ing فهنا نجي علي مفرد راح اخلي was واجي للفعل هاداش اخلي ليه ing فاش راح نصير علي was sitting وانتبه الكلمة sitting ضاعفة t ليش لان حرف صحيح وقبل حرف الا واحد فلذلك نضاعف حرف t ونضيف ing هاي ملاحظة موجودة في اضافة الى ing اذا انتهى الفعل بحرف صحيح وقبل حرف الا واحد نضاعف الحرف الصحيح وش نضيف ing فاش راح اتكون علي was sitting علي كانت جالسا انا كافي في مقهى شان يسوي يقرأ كتاب هاي القراءة تريد وقت لو ما تريد تريد اذا ايضا ماضي مستمر فهي هو مفرد فاش راح اقول was واجي للريد اضيف الى ing شا تصير was reading راح يسأل طالب استاذ هاي دي مقبل حرف عله ليش ما ضاعفني والجواب انا متفقوا ياك لازم حرف عله واحد اما اذا حرفين ما صير الضاعف ما يصير فقبلش خليت ing هو كان يقرأ بوك كتاب he wait ينتظر for his friend جاسم لصديقه جاسم الانتظار هذا يريد وقت لو ما يريد يريد اذا ماضي شنوى مستمر he لان مفرد راح اخلي was واجي wait شا اضيف الى ing ونفس الفكرة قبل تي حرفي عله مو حرف واحد لذلك ما ضاعفت فهو كان ينتظر من هو صديقه جاسم بعدها he heard هو سمع من تسمع شي اسمع اسمع هذا يريد وقت ما يريد وقت فهنا شي نقول he hear هاي الهير راح اعملها معاملة ماضي بسيط من ارد حول الفعل للماضي البسيط الزمن الثاني هنا طريقتين لو اخلي الى ايدي لو شاد فهاي الهير من البداية ترى انا حليت لك يا قلت لك he heard فهاي الهير هاي شادة راح تكون heard فهي هير هو سمع التاكسي ستوب توقف التاكسي شف ابو التاكسي من يوقف بسرعة يوقف فهذا هنا بما انه ميرد وقت اذا ماضي بسيط التاكسي ستوب اند وهي لوكت اب شوف لوكت هنا باوعلي لوكت باعلها باعلها لوكت اب نظرة بسرعة لوكت اب لاحظ لوكت اب هي هو سي هذا الفعل سي ايضا ما يقبل اي انجي فشنو هو سي راه فش راح اصير سو لاحظ زين اقول لك استاذ واذا شفناها سينج بها اي انجي اهنانه مو فعل اهنانه هذا نقول عليها جاراند اسم فهنا سينج ام ال اي انجي بمعنى رؤية اسم لاحظ سينج رؤية شون موجودة بكلمة سايد سينج بالضبط ما يصير انضيف اي انجي بالاستمرار لفعل سي فشي صير يصير سو هز فريند صديقه جاسم هي غيت اوت شوف غيت اوت خروجه من التاكسي كان بطير ليش ان هو كان بيفت شي فهذا اخذ وقت فش راح اعملها مستمر فش راح اقول هي وز غيتين اوت انتبه لي عتي ضعفتها ليش استاذ لان غيتنا عرف علا واحد قبل تي ضعفت انه غيت من التاكسي بطير مترد ببطير ما انتباه المال ما انتباه المال علي سعي للضاليك شاكو شبيب علي شوف فكر وهاذا التفكير بسرعة فش راح اقول علي ثوت علي فكرك ثم شوف تسينج حولتها للماضي ثوت مهمة شوف تسيني صارت سو الي هير صارت هاد فاخليها ببالك هاد بدي ثم ثم مرة أخرى جاسم أشوف الهاب إيش راح أصير بالماضي جاسم لديه أبروك الليك اللي هو ساق مكسور هذا بالنسبة إلى شرح وتفصيل التمرين الثاني راح أروح آنياك للتمرين الثالث التمرين الثالث يقول اختر الضمير الصحيح لكي تكمل وهذا مهم جدا جدا عزيز الطالب طبعا خاف طالب يسأل أقول لك استاذ الجمل أو التمرين الأول والتمرين الثاني إذن شون يجين أبوي أنا شارح لك الماضي البسيط وقال لك شون يجي ومر عليك وواي وشارح لك الماضي المستمر وشارح لك يا وتعرف شون يجي فهذا النيتا ما يحتاج حتى هنا هذا هذا مهم كلش مهم شون يجي يجي بين أقواس يجي اختيارات فأيضا واضح هذا موضوع الضمائر مشروع حي مراجعة لكن ذن النقاط مهمات جايات وزاري نجي الآن يا كناء يقول لي اختار لي اختار ضمير مناسب لكي نكمل الجمل عندي أنا كل جملة بها ضميرين لازم أن أختار قبل لا أختار لازم أقرأ ذن الملاحظات هذن مهمات لن تشتغل عليها ضمير الفاعل من تختار ضمير الفاعل هي ذي وي يو ضمير فاعل شي يقول ضمير فاعل يقول أريد بعدي فعل مساعد أو رئيسي يعني من تريد تختار هي لازم أكو بعد فعل مساعد أو رئيسي من تختار ذي أيضا لازم قبل مساعد أو رئيسي من تختار وي فأنت أخليها بالبالك ضمير الفاعل يقول أريد بعدي فعل مساعد أو رئيسي فأنت من تريد حبيبي خلق تصر لك يا بعد روحه وشكل حلو من تريد تختار ضمير فاعل هي شي ايت ذي وي يو لازم تباوع للي بعد إذا رأيت فعل رئيسي فأختار شديدك إذا رأيت فعل مساعد ايضا خطأ ضمير فاعل واضحة وانتبه بعد والنظام يحن في الخالق الوضع قيد من المساعدة مغرور على حالة الوضع مثل الضمير الفاعل قبلي أما الضمير مفعول يقول قبلي وهذا يريد قبلي فعل رئيسي فعل رئيسي وإذا لا يحتاج فعل رئيسي عادي أقبل بحرف جر يعني ضمير المفعول به يجي قبله يا أما فعل رئيسي يا أما حرف جر فأنت ركز ريالي وطبعا انتبه وركز يقول جاسم بروك هزلي جاسم كسر ساقه يعني تختار ضمير فاعل ضمير مفعول به لم يستطع المشي ولو تلاحظ هذا من النط معناها مساعد من النط معناها مساعد بما انه مساعد اذا نختار ضمير فاعل من هو الضمير الفاعل الهي فتخليها ببالك وهو جاي هاي هوا يمر مغيري لهم جاسم كاتب ليلى ومخلي هر وشي واضح فهي هوا يجاي علم نجي أحمد أعطى لأمه وأبيه هدية هو أعطاهم إلى نجي أول شيء نختار ضمير فاعل على سبيل المثال عندي يستردي هذا فعل رئيسي لو ظرف زمان ظرف زمان عندي فعل مساعد لا إذا ما يصير تختار فاعل لازم يش تختار تختار لي ضمير مفعول به زي ستاة، لماذا؟ لماذا هنا أختار متخفض به؟ أو ذا؟űعني هاني قبل حرف جر 2 ما عادي إذا قبل حرف جر يشتول زمير مفعول به لاحظ ما أخذنا ذا؟ لأن ما عندي فعل لا مساعد ولا رئيسي لماذا اختارنا ضمير مفعول به لأن عندي حرف جر؟ ليش اختارينه لان بعده تشوف بعدي فعل اللي هو المساعد ليش ما اختارينهم ابوي ما يصير جاي فعل مساعد ما يصير اختار ضمير مفعول بي لاحظ نجي المن نجي لسي اي اوفن اني غالبا جو اذهب تو ذا بيش الى الساحل واذ ماي سيستا مع اختي ساد نور قالت نور تحتي نيابة عن نفسها وعن اختها فش نقول تقول وي لو از لايك ذا سي نحب البحر هس اش اريد من عندك اريد من عندك تنتبه لي لو وي لو از طبعا الوي ضمير فاعل والاز ضمير مفعول بي نجي لللايك فعل رئيسي مباشرة وي ولا تفكر بعد ليش لان ضمير الفاعل يريد فعل وهذا فعل خلاص نجي لالي السيدة فاطمة اسكد ماريام سيلة ماريام اكوستن سعال ماريام قايف شي لو هر اكوض انسر اللي معناها جواب جايد اذا نجي عني اك ماريام اعطت ها شينوي جواب جايد نجي عني اكي اما شي ياما هر نجي اول شي للضمير شي شي تري تريد فعل رئيسي او فعل مساعد اكوض صفة والانسر اسم اكو فعل ما عند فعل اذا هاي ما صير مئة بالمئة المفروض الجواب ما تكشن و هر النوبة تسعن استاذ ليش اختارت هر ايه ابوي لان تختار ضمير مفعول به اذا اجا قبله شنو فعل رئيسي هذا كيف اعطى فعل رئيسي فلازم هر واضح او تقدر تختصره حتى ما دوقك اذا ما شفت فعل رئيسي او فعل مساعد اذا ما شفت تختار ضمير مفعول به اما اذا شفت فعل رئيسي او مساعد لازم ضمير فاعل من خلال ذني ايضا طبعا انا عيد عيد حتى خاف ما فهمت من الاولى من الثاني من الثاثة و الاخرين جاسم شبي انت هامد و حامد جاسم و حامد كان متأخرين فور سكول للمدرسة هل يمكنك ان تأخذنا بالسيارة الوي ضمير فاعل يريد فعل عدي فعل ما عندي ذناصل ليش اختارت اص لاني اجا قبلها فعل رئيسي خلاص جاسم اوست سألة هز فاذر او طلبه من ابيه ان يوصلهم هذا بالنسبة الى شرح وتفصيل صفحة 124 صفحة مهمة جدا جدا راح الروحان ياك بصورة سريعة على صفحة 125 التي تحتوي على تمرينين التمرين الرابع يعتبر من التمرين المهمة جدا جدا ليش استاذ لان يعتبر التمرين اسقاط ادير بالك علي عزيز الطالب هذا كلش مهم يجيك بالسؤال الثالث بالتمارين يقول لك كمبليت اكمل the sentences is a juman with the words بالكلمات in the box اللي موجودة بالصندوق هذا مهم هذا كلش مهم هذا اسقاط ودائما يجيب من عنده وانت بهله وتجيك من عنده نقطة وعليها درجتيان وبعد ما وصيك نجي المن لي النقطة الاولى يقول school is a good لو تلاحظ المدرسة هي جيدة شنو جيدة opportunity opportunity اللي معناها فرصة جيدة فرصة جيد المدرسة هي a good opportunity فرصة جيد الم تبريبا لكي تتحضر تستعد for a university education للتعليم الجامعي عزيز الطالب فرصة جيدة فرصة جيدة فرصة جيدة خليها بالك نيجي المن للبي at university بالجامعة some courses بعض المناهج الدروس الفصول بعض من عندهم are quiet نوعا ما easy و بعض من عندهم شنوه difficult بساطة حتى ما اطول عليك easy معناها سهل difficult صعب اذا سهل صعب اذا شفت easy المفروض شي تنزلي طاك هاي الجملة وانطاك مجموعة كلمات وشفت easy وانها easy هاي easy اللي معناها سهل فانتش تختار لازم كلمة difficult صعب في الجامعة بعض المناهج بعض الدروس بعض الفصول صعبة سهلة نوعا ما نوعا ما and others والباقيات are difficult are very difficult صعبة جدا نجي المن للسي modern universities الجامعات العصرية الحديثة هاذ good تحتوي على good sports لو تلاحظ عزيز الطالب facilities كلمة facilities اللي معناها وسائل رياضية وسائل رياضية شوف وسائل رياضية اللي جنسوا الجامعات الحديثة تحتوي على وسائل رياضية جيدة وانتبه لها مهمة نجي المن نجي لدي the wages العجور in some jobs في بعض الوظائف are not very high ليست مرتفعة ليست عائلة يعني عائلة عالية بعد ما تجي الكلمة شون حتي هذا عالية لو تلاحظ wages معناها عجور jobs وظائف اربط لي wages مع jobs اذا شفت jobs قول wages يعني عجور بعد نجي لال e لاني دي دمرت مدرش سوت بيا عالعون نجي لال e some people بعض الناس شبيهم complain يشكون that they هاي الضحك النقطة بعض الناس complain يشكون that they don't have enough money ليس لديهم الكثير من النقود طبعا خب قلت الضحك اكو ناس فعلا ما عندهم وحنا لازم نساعدهم حتى يصير تكافل اجتماعي بالمجتمع وحتى الله يرحمنا هذي اهم نقطة لكن النقطة اللي اضحكتني انه انه اكو ناس ساعدهم وهو 24 ساعي ما عدنا ما عدنا هناك عارثة راح يجي يوم اليوم فعلا ما عنده واضحة الفكرة فهاي الفكرة اللي ضحكتني نجي للأف يمكن قات ادفايس انت يمكنك ان تحصل على نصيحة انا جود جاب اقل لك استاذ عدي صار من 200 جاب اشلون اوكي اول واحدة عوفة تعال للكلمة هاي ويجز طبعا انا هتش نضام منك حتى تركز ويجز هاي اجور مرتفعة في الوظائف لكن يمكن ادفايس يمكنك ان تحصل على نصيحة انا جود جاب وظيفة جيدة اللي هو مكتب التوظيف مكتب الوظائف لاحظ فاق ربط بين من جود جاب اللي هي وظيفة جيدة وبين كلمة كوري لاحظ عزيز الطالب وبعد شون تفهمين شون تحفظين تقدر الترجي من كل الممتاز لكن مهمات إنه بالتأكيد بلا شك طبعا أقوى جملة هاي أفضل جملة هاي إنه بالتأكيد أستاذ هنا جود وهنا جود ايه عبوي انتبه جود فكرة جيدة تستاذ و تدرس هار بجد للمستقبل وداعتك مهمة كلش مهمة هذا التمرين الرابع بعد ما أقصيك عليه نجي للخامس يقول أختر وانجاب وظيفة واحدة ومكان عمل وكتب عن المكان عمل والشخص لاحظ هنا هذا هنا هذا أماكن مختلفة فارمسي هنا هذا بايلوت هذا ايت بروغرامر وهذا ميوزيوم أوكي شو نقول متحف وإلى آخر بعد ما أدري زيان حالة شنو بإختصار شديد هذا الشخص اللي راحت عنا خالي أو عمي ماي أنكل هو الذي يعمل في مكتب هذا مكان العمل هو مصمم للويب هذا عزيز الطالب مصمم مواقع الشون الإلكترونية وإلى آخر صفحات وإلى آخر شخص شغلة العلاقة بالويب هذا بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة مية وخمسة وعشرين وكذلك أربع عشرين قد انتهى درسي انتظروا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته